اهلا بكم من جديد بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقرة نجمينة كابتل محمد عبدالجليل يا مرحب يا مرحب مرحب يا سيد محمد يا هلا يا هلا طول المطش ما مشغال وانا عملوا لانت السبب او الله انت متقالب واش اجاسة بدأنا انا السبب في ايه دلعت اللعيبة جامد او بتاعة اللعيبة دلعت او الله دلعت دلعتهم دا انت عملوهم لكنهم خدوا كاسة العالم الاندية المنظر اللي انا شفته في مطش الهيلا دا يا سيد شابانا دا ما ينفعش يعني انا السبب اه او الله رحب صدقنا بتاع الجيزة معلش سامحني لان انا قاعد في المطش متضايق جدا لا مش هسامحك وبيني وبينك ربنا ماشي معاك بينا طب صاحبك من قيمة الجيزة انرا حبيب بيه بيه حبيبي يا حبيبي حبيبي كابتل عبدالجليل اه لصدقنا العزيزة لستاذ الحمد الخضري اه لانا سيد شرفتنا ونورتنا اه لها سيد شابانا منور وكابتل عبدالجليل كل اللي قلته دوة تقوله انت بتقعد هنا با بتاع تربع كلام بيطير معارضة مش هينييمني بتضعف بتضعف مش هينييمني تغططيس انا انا لو هتغططيس ولا هتغططيس انا هقولك على حاجة معاك بيانا احنا بمنيجة احنا بمنيجة نتكلم بنتكلم بالمنطق كمان والمنطق هو اللي بيقود كمان العقل صحب يعني امريكاني بمنطق وحجة انت الحجة دي بتقود العقل فانت مش بنايمك ولا حاجة انت بتلاقي كلامي في منطق فانت بتأكد عليه دي حقيقة صح يعني الكندوسي كلازم يتدي ولا العمري اتكلمت معاك في البرنامي اولا اتفقيت معاك عمري في البناك في اي حاجة لا لا بقى امانة الله لا هل مرة قبل الهوى قلتلك في اي حاجة اي حاجة جد والله والله ابدا لان انا لو انت عملتها لان اتفق معينا ويري اعجابك لهم عمري حصل لا 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 استحالة لكن انت يا حبيبي من ايب الجيزة عشان بنتكلم بالله لا انا اقتنقت معاك لما قلتلي الكندوسي يبتدي اه كان يبتدي بعد اللي شفته لعيب بيلعب في غير مكانه طيب ادي واحد بس انا حفهمهولك دلوقتي ماشي واحد ان الكندوسي كان مكان انا معايا حق يبتدي ماشي اتنين يعني حسين وهاني الاتنين عاملين جابها من كاس العالم الاندية ولو ان انا شايف ان يعني يلازم ينسوا موضوع كاس العالم الاندية يعني خلاص قدينا مطشاط معاولة برضو احنا باخدين الرابع طب خلينا نقول بس الاسباب وبعدين نفضنا طبعا اه لا انا في ناس حسين وهاني جابها اه جابها خلاص يبتدي بحسين نحية اليمين ما عصلكش عايز تلعب بطاهر ومصمم على طاهر لعب ابي تلت في نص الملعب خلاص في اي حتة انما ايه تاني سبب اه لأ عندي فراودة زي شريف زي شادي زي الكهربا اصدق بير سيتاو سبب طبعا بير سيتاو مش فرود الناد الاهل يا جماعة مش فرود الناد الاهل عندك حاجة رابعة ولا خلاص كده لا العصبية التوتر اللي كان موجود طبعا التوتر ده ضيع مننا الماتش اه معرفش ايه الاسباب ايه اسباب هل هم ده ما ده لايبت الاهل مش عايز حد يخش عليها اكيد بيلعبو تنس او بيلعبو طاير يعني بين بعيد لبعيد لما واحد حمد فاتح حد بخش عليه بيقوم متنرفز اوي محمد عبدالله متنرفز اوي حتى الشناوي ما انا معرفش ايه الاسباب ان هو سيبك موضوع اللي لطفي ده هنتكلم فيه وعيب وحاجات لازم ناخد حقنا فيها انما التوتر للعيبة لا مش مبرر خالص طيب دي الاسباب اه طب انت بتتهمني انا ليه يعني انت كان كل اسبابك فنية لا انت مش عايز تقول لهم لحظة واحد ان انت لحظة واحد يعني انت ما تقول لي ان فيه حسين وهنا عاملين جابة انا ما اشدت في هذه الجابة كنت على حق ولا مش على حق لا على حق طبعا لما ماستخدمهاش كولر يبعمل غلطان انا ولا كولر ده كولر طيب لما انا قلتلك القندوسي لازم يبدأ لعشان تستغل رغباته شيرك فيه العيب كويس طيب كويس طبعا كنت اكدت انك قلتلك انت تبعته كويس طب لما يبدأش بيه اما انا سوا لو كولر كولر طيب حلوهاوي لما بيرسيته اللي انت بتطلق عليه ده لما لا طيب يبدأ ويصر عليه ويصر عليه انا ما عندش ما انا ايجي يقول لي ايه يا شبانة هناخد محمد عبي جيل من عندك من السوديو رأس حربة وجهت نظر فنية دلوقت في السن ده مشي بس لما يفوت دقيقة او اتنين ونص ساعة وتلاقي مش مديك لازم ايه شد اسحاب تسحب عن تجارة كل دي طب انا ما انا 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 اشدت بالاهلي لما الاهلي بيتفوق الاهلي قبل كاس العالم عندها كاسبان ماتشات كاسبان زمالك واصل فاينال كاس كاسبان سموحة اللعيبة في كاس العالم لا والعيبة في كاس العالم كانوا على درجة عالية جدا من اداء الفني قبل قبل الطرد بتاع فلمانجو وفي الريال مدريد وفي هنا بقى احنا اخذي الرابع قدنا كويس بس مش امتياز بس اللعيبة كابتن احنا قلنا قدنا كويس جدا بس انا تاج وحشة جدا اه اه برضو مش جدا برضو ما قدناش جدا جدا يعني زم انت اه او احنا عشان الاهلي لا كانت فيها كابتن حاجات في اداء الاهلي ما شفنهاش في قدام الهلال من الانتشار القولي لعيبة في الملعب انا قلتلك عليها دي منها اللعيبة كلها قريبة من بعض منها الجمل التكتكية والباسات واللي كانت في جوا بتختارك دفاعات ريال مادريد وفلمينجو من تحت في دار الفراود دار المدافعين شفنا جبهات قوية جدا عبدالقادر في الشمال وحسين الشاحات في اليمين شفنا شغلة تكتكة علي جدا تمام كده؟ طيب فعشان كده اشدنا بس احنا ابوار مش وحش اصل لعب المصر لما تشيت بيه او او لا يا كابتن انا مش بابا وماما لعيب المكانش معلش اب جد مش هتحمل مسئولية انا رضا هم نتكلم على الزمالك والخضري معانا او انا مش مفترض قاعد طول الوقت عمل احقن فيه انت وحش وبس هكمل وانا عمال بنعمل ده بس كنعمل تحفيز المعناوي لكن في الاخر اللعيب ده اللي جاي زي ابو صفش قالب ده كنت ديته مثال مع ان انا مش حمش زي الناس وقل بفلوس كتير وبتاع لكن انت مش جاي عشان خاطر الجمهور يستحملك انت جاي تضيب يا ما تجيش صحيح فمش مفترض انا قاعد بقى ايه الام ورائك انت ده اهل وزمالك انا شخصيت اهل وزمالك هكابتك انا انا طول عمري وانا بتاع لغاية سنتين فاته والله العظيم بس بس كل لعبة الاهل وزمالك شخصيت اهل وزمالك لغاية يا احمد اخضر حتى لغاية ما كان رمضان صبح موجود في الاهل واحمد فتحي وحسام غالي واللي هم مشيوا اخر تلات اربعة سنين يعني رمضان ميشي وحسام فتحي ميشي والشريف اكرامي ميشي وحسام عشور بطل وكان قابلو حسام غالي بقى المجموع ما كان دي كان شخصيت الاهل طب النهاردة تقول للعبة ايه؟ انت النهاردة تقول للعبة ايه بتاع الاهل الموجودين دلوقتي اللي هم مش شخصيتهم طبع اللي الناس زعلت على امامه عشور جدا ليه؟ شخصيت الزمالك دي شخصيت الزمالك صحيح ايه تمشي مدلدل في الملعب؟ يعني ايه؟ صحيح يعني ايه تلعب ماتش الاهلي قدام الهلال ده انت الاهلي ده انا بقول ده انت جاي ملك افريقيا قابل الماتش السوبر الافريقي مش عايز يلعب غير بيك البطولة العربية عاملة مفننة حاجة عشان الزمالك البطل في مصر فهيشارك بصفة بطل الدوري فمفننلك حاجة ان اللجنة المنظمة تختار اربع اندية كده عشان تحط الاهلي فانت جاي مفترض جامد جد جاي من كاس عالم كمان اوكتفهم هما جايين من كاس العالم هيكسبوا الهلال هيكسبوا ايدي الشخصية بصك ايدي الشخصية يا فندم هاتلي ممرر واحد يخلي الاهلي والزمالك كده فالاعلى فلوس موجودة اه اه احسن فنادق افخم عربيات افخم واكتر جمهور في الدنيا اه نجوم بقى نجوم دلوقت يعني بص يعني ارض تهدم عليك قد زي ما بيقول لا طبعا بتفل اول وخصوصا الزمالك كمان اكتر من الاهلي مش شخصية اه لأ لا لعبة مش شخصية الفرق لا تلاقي مفيش قائد في الملعب مفيش شخصية مفيش كبرات لا لا لعب مش طيiles لعبها خفيفة لا لعبت مش لعب يشيل الفرق مفيش في اي خط كده للا هنا ل pregunta لا ال ما فيش لعب الى هو ممكن اليا由ج نتيجة مطش ممكن اي بطفل معك تماماisiert شخصية بتفلب كثير او طيلا ترجع سنة 2 إلى 3 فعلا لا مفيش مقارنة الشكل اللي جايه ده اول Wissenschaftler غريبة جدا